ما علاقة فرنسا بمعركة صلاحيات اليونفل في لبنان حسناً بديز بيدي فرنسا قد دعمت لبنان منذ البداية منذ 1978 وكانت فرنسا جزءاً من هذه القوات الآن 45 عاماً قد مروا والمهم بالنسبة لباريس هو أن لا يحدث أي تصعيد على الأرض وأن يعم السلام هذه المنطقة وبالطبع في فرنسا نحن نتفهم جيداً أن هذه العمليات عمليات حفظ السلام قد تعارض من قبل الدولة وقد تتهم بأنها تختار سيادة الدولة هذا أمراً طبيعياً ولذلك فإنهم من وجهة النظر الفرنسية من الأفضل أن تكون هناك تلك القوات لأننا قد وجدنا في الشهر الماضي بعض التوترات المتزايدة بين حزب الله وبين إسرائيل لذلك فإن هناك خطر على هذه الحدود وقد يكون هناك تزايداً وتصعيداً لعنف لكل الطرفين واحتمالية فعل ذلك اليوم هي أعلى مما كانت عليه منذ قبل والمجتمع الدولي يود أن يتأكد أن الذي يحدث بين الطرفين لن يؤدي إلى حرب ولأننا قد وجدنا تلك الحرب من قبل ألا تذكر 2006 عندما كان هناك حرب ضروس في جنوب لبنان نحن لا نود أن تتكرر برة أخرى وبالنسبة لتلك القوات الدولية هي لا تعني أنها قوات احتلال ولكنها قوات حفظ سلام وأنا أوافق الرأي الذي يقول أن مهمتها هي حفظ السلام ومنع أي تصعيد